السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليمن أو العربية السعيدة كما اسمها الرومان سمي يمنا من اليمن والبركة وهو مهد الحضارات القديمة في جنوب شبه الجزيرة العربية كحضارة سبق وحمير وحضر موت وذكر في القرآن الكريم بالقصتي الملكة بالقيس وسد مأرب ومنه ايضا انتشرت القهوة الى جميع انحاء العالم اهلا بكم في علوم ومعارف ولو دي اول مرة تشوفنا فياريب تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلت كل فيديوهات واليمن هو دولة عربية بتقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في غرب قرية اسيا وبتبلغ مساحة اليمن 555 الف كيلو متر مربع تقريبا وبيحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الشرق سلطنة عمان وبيمتلك اليمن سواحل على بحر العرب جنوبا والبحر الاحمر غربا كما انه بيمتلك اكتر من 200 جزيرة في البحر الاحمر وبحر العرب واكبرهم هم جزيرتي سقاطرة وحنيش وبيشرف اليمن على مضيك باب المندب واللي بيربط بين البحر الاحمر والمحيط الهندي وبذلك بيحتل اليمن موقع اهم جدا في طرق التجارة العالمية وبيعود تاريخ اليمن القديم الى الالف الثانية قبل الميلاد حيث بدأت علامات التحضر في الظهور في اوسط الالف الثانية قبل الميلاد وتحديدا في منطقة صبر قبل عصر مملكة سبق بزمن طويل ومن اهم واشهر ممالك اليمن القديمة هي ممالك سبق وحمير ومعين وقتبان وحضر موت وبيرجع الى الممالك دي الفضل في تطوير احد اقدم الابجديات في العالم وهو خط المسند واما المناخ فبيتميز مناخ اليمن بالتنوع فالمناخ حار ودرجة رطوبة عليها جدا في المناطق الساحلية وبيكون جاف وحار في المناطق الشرقية للبلاد وبيعمل للعتدال النسبي في المرتفعات والمناطق الجبلية وبتنقسم البلاد الى 21 محافظة بالاضافة الى محافظة ارخبيل سقطرة وابرز المحافظات اليمنية هي صنعاء وعدن وحضر موت وتعز واب والحديدة وضمن اخر احصاء للسكان في عام 2015 فقدر عدد سكان اليمن بحوالي 27 مليون نسمة تقريبا بيعيش 75% منهم في القرى والارياث ونصف عدد سكان اليمن تقريبا بيعيش تحت خط الفقر وبيصل معضل الخصوبة في اليمن الى 6 اطفال ونصف لكل امرأة وطبعا فاللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وبيتحدث بها اغلب السكان ده بالاضافة الى وجود اقلية بتتحدث اللغة المهرية في شرق البلاد وكمان لغة خاصة بيتحدثها سكان جزيرة سقطرة وبتعرف باسم اللغة السقطرية ولو هنتكلم عن السياحة في اليمن فمن ابرز الوجهات السياحية في البلاد هي قرية الحطيب حراز او قرية اعالي السحاب واللي بتبعد حوالي 90 كيلو متر غرب العاصمة وهي القرية الوحيدة في العالم واللي مش بتسقط عليها الامطار فالقرية مبنية فوق احدى القمم الجبلية بمحافظة صناء على ارتفاع 3200 متر فوق سطح البحر مسكان القرية لا يمكنهم رؤية اسفل الجبل وده بسبب السحب الكسيفة واللي بتقع اسفل القرية وبيسكنها حوالي 440 شخص فقط بينتمون جميعا الى طائفة البهرة الاسماعيلية ارخبيل جزر سقطرة وهو ارخبيل من 6 جزر في المحيط الهندي امام سواحل القرن الافريقي بالقرب من خليج عدن وبسبب انفصال الجزر الجغرافي ووزلتها الجيولوجية فهي بتتميز بنظام جيولوجي فريد ومتنوع حيث ان 73% من نباتات الارخبيل هي نباتات مستوطنة ولا توجد في اي مكان اخر في العالم 10 نباتات نادرة جدا ومهددة بالانقراض واشهرها شجرة دم الاخوين وحوالي 60% من الحلزونات والزواحف هي كائنات مستوطنة كذلك مع تواجد 352 نوع من المرجان و730 نوع من الاسماك السحلية وكمان بيوجد بالجزر حوالي 52 كهف ومغارة ابرزهم كهف حوق وهو اجمل كهوف الجزيرة وبيقع على وعد 50 كم من مدينة حديبو ومن ابرز المدن اليمنية هي مدينة صنعاء وهي عاصمة اقليم ازال وواحدة من اقدم المدن المأهولة في العالم ولها تاريخ بيعود الى القرن الخامس قبل الميلاد على الاقل وبيبلغ عدد سكان المدينة حاليا ما بين 3 الى 4 ملايين نسمة في الوقت الحالي مدينة عدن وتلقب بعين اليمن وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد وبيبلغ عدد سكانها اليوم قرابة المليون نسمة وبسبب قرب المدينة من الهند فقد اكتسبت تاريخيا اهمية تجارية كبرى بسبب مساهمتها عبر ميناءها في تجارة التوابل وبتمثل المدينة نموذك في التنوع الاقتصادي حيث وجود الميناء والمناطق الصنعية والتجارية اضافة الى السياحة مدينة تعز وبيبلغ عدد السكان فيها 600 الف نسمة وابتقع على مرتفعات اليمن واللي بتمتاز بمنخل استواء الرطب وكمان بتتميز بانتاج القهوة وزراعة البصل والرمان والمنجو مدينة المكالة وبيبلغ عدد سكانها 600 الف نسمة وبتعرف باسم عروس بحر العرب وهي عاصمة محافظة حضر موت ومن اهم معالمها حصن الغويزي وخور المكالة وللأسف فاليمن بلد ضعيف اقتصاديا وبيصنف بان واحد من اشد الدول النامية سات الاقتصاد المتداهر في العالم فاجمال الناتج المحلي لليمن بنهاية عام 2021 بلغ 26 مليار دولار فقط ويبلغ متوسط نصيب الفرد سنويا حوالي 430 دولار فقط وعملة اليمن هي الريال اليمني والدولار الامريكي الواحد حاليا بيساوي 250 ريال يمني وبلغت نسبة البطالة في اليمن ال 32% من اجمال القوى العاملة وبيعتمد اليمن بشكل كبير على المساعدات الاقتصادية وحوالات المختربين واللي بتقترب بين 8 مليار دولار سنويا وبيعمل اغلب القوى العاملة في اليمن في القطاع الزراعي والرعال وبتمثل الصناعة والتجارة ما يقارب ربع القوى العاملة في البلاد ومن ابرز الصادرات هي منتجات النفط الخام والاسماك المجففة والغاز الطبيعي المسال بينما تعد ابرز واردات البلاد هي المواد الغذائية والحيوانات الحية والالات والمعدات والمواد الكيميائية وبيعمل في القطاع الزراعي حوالي 55% من اجمال القوى العاملة في البلاد وبتساهم الزراعة بحوالي 13% من اجمال الناتج المحلي وبتتصدر الحبوب الغذائية المرتبة الاولى في قائمة المحاصيل الزراعية في اليمن بنسبة 47% واهمها هي الزرة والقمح والدخن والشعير بينما يحتل القط المرتبة الثانية بنسبة 16% والاعلاف في المرتبة الثالثة بنسبة 12% والفواكه والخضروات بنسبة 8% وبسبب ندرة الموارد المائية في البلاد وبعورة التضاريس ابتكر السباقين القدامى اسلوب مبتكر جدا في الزراعة وده عن طريق زراعة الجبال والمرتفعات على شكل مدرجات بيتم رفع المياه اليها عن طريق انابيب وصهريج وعدة الغرضة وكمان اليمن من الدول اللي بتعاني فقر وشح مائي متزايد فصنعاء من الممكن ان ننفذ منها الماء العزب خلال العشر سنوات المقبلة ولا يوجد في اليمن اي انهار دائمة للجريان في الوقت الحالي ده رغم انتشار الانهار قديما في اليمن ومنها نهر الخارج واللي كان بيعتبر اطول الانهار في الجزيرة العربية والمياه السطحية والمياه الجوفية وثقافيا بيمتلك اليمن اربع مواقع ضمن مواقع التراث العالمي على قائمة اليونسكو وهي اولا ارخبيل سقطرة وهو ارخبيل يمني مكوى من 6 جزر في المحيط الهندي امام سواحل القرن الافريقي وعلى بعد 380 كم جنوب اليمن ووصفتها جريدة نيويورك تايمز بانها اجمل جزر العالم وبسبب موقعها الجغرافي المنعزل ف73% من النباتات وعدد كبير جدا من الزواحف والحلزونات هي كائنات متوطنة بالجزر ولا توجد في اي مكان اخر في العالم ومن اهم الاشجار النادرة الموجودة في سقطرة هي شجرة دم الاخوين وكمان فالجزر بها 9 انواع من اشجار اللبان من اصل 25 نوع حول العالم ثانيا مدينة صناع القديمة وهي مدينة مصورة كان لها 7 ابواب غير متبق منها حاليا الا باب اليمن وبتعد المدينة مأهولة بالسكان من القرن الخامس قبل الميلاد واصبحت من القرن الاول للميلاد عاصمة مؤقتة لمملكة سبق شبام وتعرف كمان باسم منهاتنا الصحراء وبتعد الى القرن الستاشر الميلادي وبتعد احدى اقدم النمازج الدلة على البناء المرتفع حيث يوجد بها ابراج عالية بنيت باكملها من الطين وده بالاضافة الى مدينة زبايد التاريخية القديمة واللي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر الى القرن الخامس عشر الميلادي واللي اكتسبت اهميتها الكبيرة في العالم الاسلامي عبر العصور بفضل جامعاتها الاسلامية المشهورة اما عن التعليم فبيقر الدستور اليمني مجانية التعليم في كل مرحلة اما التعليم الجامعي فبيعتبر حديث العهد باليمن وبيتواجد به حاليا 20 جامعة سبع جامعات حكومية و13 جامعة خاصة ده بالاضافة الى در العلوم الشرائية في الحديدة وكلية تحفيز القرآن الكريم في صناعة ومن ابرز الجامعات اليمنية جامعة عدن وهي اول الجامعات اليمنية وفتتحت في عام 1970 ميلادي وبتضم عدد من الكليات منها كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان وكلية الحاسب الآلي ثانيا جامعة صناعة وفتتحت في عام 1970 ميلاديا بالتزامن مع جامعة عدن وبتضم عدد من الكليات منها الطب البشري والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم اخيرا جامعة تعز وفتتحت في ابريل عام 1993 وبتتكون من 8 كليات و17 مركز علمي منها كليات الحقوق والهندسة والعلوم الادارية وبكده يكون فيديو النهاردة عن اليمن انتهى فياريت لو حاببت تضيف اي معلومة او سؤال فضلا تكتبها في التعليقات ولو عجبك الفيديو فياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل فيديوهاتنا مع السلام اشتركوا في القناة